موسيقى هنبدأ الصورة الاولى من مصر الحقيقة ومن مصر ايوة كده علي ردد في الروح يا راجل احس كده ان انا بتكلم الجمهور عمال اكلم وبص ماليش الهوى فحس يا علي ان انا بتكلم نفسي تفاهم؟ لكن لما بتشوف الهوى بتحس انك انت بتكلم بجد المهم يعني اول حاجة الاخ علي كفتة اللي هو الشهير بعلي جمعة اللي هو كان بيشتغل مفتي الجمهورية الاخ علي كفتة طلع قال ان قد يكون سبب كورونا هو 5G والشبكة الاتصالات والاقمر الصناعية ادارة شايف بوك شافت ان الفايل ده او الفيديو ده زائف فراحت شايله اهو محتوى زائف يعني محتوى اي بس ازبط عن زائف ده رفعت وقعت عليه محتوى زائفا طب كويس او من علي كفتة المصطفى بقري كتب مصطفى باكري على تويتر انه انا او تصنيف في فيسبوك لفيديو المفتي السابق محتوى زائف شكرا شكرا ده قال لي حاجة ده قال لي واجب مع البهايم قال ما لو سمعتوا بيقول بقى ادي مصطفى بكر طلع قال يمهل ولا يهمل تم اغلاق قناة مكملين الاخوانية العميلة بعد اصابة بعد اصابة بعد اصابة المزيع الاخواني حسام الشرباجي بمرض كورونا وتحول مزيع القناة الى تقديم سمومهم من منازلهم وفرض الحجر الصحي على المريض نفسيا محمد ناصر وشبيه زوبع اللهم لا شمت في المرض ولكن هؤلاء شمتهم طيب ماشي يعني انت علي جمعة طلع علي كفتة انت كمان كفتة ما انت سبق ليك قبل كده لو انت فاكر يا يا مصطفى باكري انك كتبت تويتع عن اسر الجنود الليبيين بتو حفطر للاتراك طلعوا الناس قالوا لك الصورة دي من محاولة الانقلاب الفشلة في تركيا ويتهاتك عرضي اللي جابوك ما بتحرمش ما بتتوبش مش عايز تتعلم يعني فرصة تبقى بني ادم يا راجل ده احمد موسى ميعملش الواقعة دي يا راجل بقى انا اتفرض علي الحجر الصحي بس كده تبقى اصيبك من مريض نفسي انا اقصد انا مش مهم بتشتمني لكن انا اتفرض علي الحجر الصحي انا وزوبع معتازة ما جبت السيرته ليه ما اتفرض علي الحجر الصحي برده الحقيقة يا مصطفى يا بقى ايه ما اتفرضش علينا الحجر الصحي الحقيقة خالص هو الحقيقة ان تركيا كلها صدر قرار مش كلها 30 او 31 محافظة صدر بهم قرار بحذر التجوال يا بغل تركيا في حذر تجوال يا بقف تركيا في حذر تجوال يا كلاف انت مش قادر تنسى اصلك لما كنت بيتلم الروس من تحت البهايم مش قادر تنسى اصلك مش قادر تنسى الحبل اللي علم فرقابتك من سيدتك ما هو اصلك وكده طب جات الفرصة يا راجل اهو تركيا قرر حذر التجوال يدخل حيث تنفيذ مش حجر صحي يا بقر يقرب بيتك والبيت اللي جنب بيتك واليوم اللي شفنا في بيتك حذر حجر صحي وبعدين يقولك اللهم لا شمتها بس هما شمتوا انا اتحداك لو اصلك نبيل لو ودي مش هتحصل وانا متأكد بالتاريخ انك كلاف اتحداك يا مصطفى يا بقري تجيب لي فيديو لي او لحسام الشرباجي او لحمزة زوبع او لمعتز مطر او لأي حد شمت فحالة كورونا اتحداك انا بقولك اتحداك لو راجل على الهواء تجيب فيديو لأي واحد فينا شمت فحالة اي واحد فينا فحالة لمرض كورونا يا راجل حرم عليك انما من علي كفتة لمصطفى بقري يا قلبي لا تحزن وقادي اعلامهم دا يتاخدكم ونتكلم بصوت زكي بدر في مجلس شعب ابوك اولاد اتلابا